قدست البابا شنودة والحكمة من ذلك هو أن الله هو صاحب الأرواح جميعا ومن حقه أن ينهي حياة الناس في أي وقت يشاء وبأي طريقة يشاء إنه الله في النهاية فإذا شاء أن تنتهي حياتهم بموت طبيعي أو بمرض أو بنار من السماء أو بطفان أو بأن يقتلوا بأيدي أعدهم هو حر ينهي حياة الناس كيفما يشاء بالطريقة التي يريدها هو جعل القتل عقوبة واجبة التنفيذ على من يقترف بعض الزنوب فنقول تاني هنلاقي في معظم الحروب الله بيؤمر بالقتل إما لأنه كدوس فبيعلن عن قداسته عادل في هذا الشعب يستحق القتل أو عشان يحمي جسم البشرية لأن ده شعب أصبح ورم سرطاني في جسم البشرية